جعناه بمنتهى الشفافية ويعني يكون عادل بحقيقة يعني المفروض يكون هذا المطلب المركزي بهذه القضية لأنه موضوع تغيير الوزراء فقط يعني أنا علقت على القضية أنه أمر مرفوض ولا راح ينتج أي شيء إيجابي حتى ونعطيتم مئة عام لأنه القوانين اللي يعمل بيها قوانين غير داعمة اليوم الشخص يعني الأماكن أو الأحزاب التي انطلق منها ورشح منها هي لا تنتلك يعني المقاومات الوطنية بشكلها الكامل إن كانت على المستوى الجمهور أو المؤسسات أو التشريعات أو الاتفاقات كل هذه الأشكال يجب أن يكون هناك تغيير جذري وليس جوهري أو إصلاحات التغيير الجذري أساس بناء القضية السياسية في العراق هو جاء على أساس خاطئ عندما جزء الشعب العراقي إلى مكونات عندما بدأت حصص هذه المكونات عندما شرعت القوانين التي تضمن بقائهم واستمرارهم كل أشكال الهيمنة والتي أوصلت أو الأسباب التي أوصلت العراق إلى هذا الحد يجب أن تلغى تماما ونعيد إنتاج المشروع الديمقراطي في العراق على أساس يضمن التمثيل الحقيقي إلى المجتمع العراقي بشكله الكامل وأيضا يضمن إنتاج حكومة من الممكن أن تزيل المشكلات التي حلت بنا أو الإخفاقات التي التحقت بهذا المشروع ولكن المشكلة أستاذ جاسم في العراق لا نمتلك أطراف تعمل في المجال السياسي وهي مستقلة بشكل كامل المشكلة الثانية في العراق لا نمتلك معارضة حقيقية مارست هذا الدور منذ 2003 وإلى اليوم الجميع مشترك في العملية السياسية حتى وإن كان ناقما منتقدا معترضا على الكثير من التصرفات الحكومية أو داخل مجلس النواب ولكن في النهاية هو مشترك لا نمتلك معارضة ولا نمتلك أحزاب سياسية تعمل بعيدا عن الضغط الخارجي والضغط الداخلي من أين نأتي بأطراف تساهم في عملية انضاج لمشروع وطني متكامل وتمسك بزمام الأمور سيدي لا اليوم نصار عندنا نتاج للتحول الكبير بهذا الموضوع أنا ممكن أختلف معك بهذا السؤال اليوم عندنا نتكلم عن 100 إلى 120 نائب اليوم هم يعترضون تماما أو نسلخوا بطريقة أو بأخرى عن كياناتهم أو أحزابهم أو زعاماتهم اليوم الجمهور صاحب الكلمة الفصل بهذا الأمر نتكلم اليوم عن الأصيل صاحب الشرعية الحقيقية صاحب المشروع الحقيقي صاحب التغيير الذي جاء من أجله التغيير تعرف أنت شون الثمن الذي دفع العراق بالتغيير بعد 2003 يعني بلد احتل بلد دمر بشكل كامل شعب أعطى ضحايا بقرابة المليون نتكلم عن ملايين من الهجرة والدمار والإعاقة وسوء الخدم كل هذه الأشكال بلد اليوم صرف قرابة 750 مليار دولار على قضايا من الممكن أن تكون تمشية حال كل هذا الثمن يوم دفع المواطن العراقي أنا بعتقادي سوف يكون بمنتهى الوعي ومنتهى المسؤولية ومنتهى الوطنية باختيار من يمثله في فترة المقبلة لأنه ما كان عليه في السابق كان دفع مذهبي وطائفي وإثني وعرقي وكذلك مؤثرات شخصية ودينية ودولية وأعلامية اليوم تضحت يعني اليوم يسأل أي مواطن قل لها يابا الفضائية الفلانية شنو قال لك ها والله توجههم على فلان دولة ضدنا يابا الشخصية الفلانية هذا يعمل للجارة فلان هذا شخص يعمل للولايات المتحدة الأمريكية ذاك يعمل للسعودية ذاك يعمل للتركية هذا وطني هذا فقير هذا من عندنا اليوم أكو قضايا مهمة علينا أن نكون يعني بما بعد التشخيص اليوم الشعب العراقي شخص اليوم عندما ذهب إلى البرلمان البرلمان أراد أن ينتج مرة أخرى مشروع المحاصصة ذهب الشعب وجلس اليوم على مقاعده الحقيقية وقال للوكيل اذهب إلى المنزل طيب كيف يمكن أن نعمل من أجل لا تتكرر الأخطاء أستاذ جاسم يعني في النهاية هذه الطبقة السياسية أيضا جاءت من خلال الانتخابات كان الجمهور معترض عليها كثيرا حتى قبل الانتخابات التي مضت وبالتالي حصلت أيضا على أصوات وبدأت تتحدث عن استحقاء انتخابي كيف نضمن أن المرحلة القادمة ستكون خالية من الأخطاء الناس لا تعطي فرصة لهذه الأطراف حتى لو وضع قانون انتخابات جديد حتى لو تم تشكيل دستور جديد للدولة العراقية ما الضامن أن لا تتكرر ذات الأخطاء مع بعض الشخصيات التي تحولت إلى رموس سيدي دعونا نتكلم بقضية استعد علي مهمة طبعا بعض منهم طبعا ليش نتمسك بالمنصب دعونا نحلل موضوع التمسكهم بالمنصب بعض منهم يتوقع بس يخرج من المنصب رح يكون عريان بعض ملفات الفساد رح تلاحقه بعض الملفات الإجرامية رح تلاحقه بعض الملفات المذهبية والطائفية رح تلاحقه رح يكون عرضة إلى المسائلة القانونية هذا الأمر هذا من ناحية من ناحية أخرى البعض منهم يعتاش على هذه القضية يستطيع أن يجمع الجمهور وأن يخدع الجمهور من خلال جمع المال من خلال المؤسسات التنفيذية وكذلك يستطيع من خلال المؤسسات التشريعية أن يضع على الأطراف الأخرى بأن لا تحاسب بأن لا تنتج مؤسسة فعلية تستطيع أن تحاسب من يقف وراءه بعض القضايا مركبة اليوم عندما نسف هذا المشروع بشكله كامل من قبل الجمهور أنا باعتقاد اليوم هو لا يقوى على أنتاج مثل هذا المشروع مرة أخرى أنا أتصور وأتزم إذا بقيت هذه الأمور اليوم وغدا سوف لن تجد مسؤولا في العراق يستطيع أن يخرج على شاشات التلفاز وأنا على يقيم هذا الأمر